وسائل إعلام إسرائيلية تقول أن مسؤولين إسرائيليين يؤكدون استمرار المعركة رغم ضغوط بايدن للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع معنا مراسل الغد من القدس المحتلة أحمد البوديري أحمد هل يمكن القول بهذه التصريحات أن مساعي بايدن للضغط على نتانياهو من أجل وقف إطلاق النار أو حتى التهدئة يمكن القول أنها فشلت من الصعب التكهن رئيس الأمريكي جو بايدن اتصل للمرة الرابعة اليوم برئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتانياهو وكذا عمليا هي المرة الرابعة التي يتصل بايدن في نتانياهو وليس نتانياهو يتصل في بايدن الاتصال كان يتعلق بمطالبة وهذا طبعا البيان الرسمي الذي نشر من قبل البيت الأبيض بأن بايدن طالب رئيس الوزراء الإسرائيلي بأن يكون هناك خفض للتوتر وخفض وتجنب أن يكون هناك إصابات في المدنيين وأن الجانب الأمريكي يطالب من الجانب الإسرائيلي بأن يكون هناك وقف للعمليات العسكرية بن يمين نتانياهو في المقابل رد حسب مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بأن العملية نعم هي مستمرة وذلك للدفاع إسرائيل عن نفسها وأن إسرائيل لا تستهدف المدنيين وإنما إسرائيل هي ماضي قدما في عملية عسكرية للدفاع عن نفس ولم يتم الحديث مطلقا حول ترتيبات حول وقفة لقنار أو إعطاء جدول زمني أو متى سوف يكون ذلك إنما كان هذا هو الحديث المعلن صباحا في اليوم بن يمين نتانياهو قد اجتمع مع سبعين من الممثلين الدوليين الذين جمعهم وذلك لإطلاعهم على أن إسرائيل ماضي قدما في هذه العملية العسكرية وأن كل الضغوط الدولية التي تمارس على إسرائيل التي تختص بقيام إسرائيل بتعريض المدنيين للخطر وبسقوط العديد من المدنيين نتيجة القصف الإسرائيلي بن يمين نتانياهو خلال مؤتمر صحفي وجند نفسه بمجموعة من الصور التي تم إبرازها خلال هذا المؤتمر حاول أن يدافع عن موقف الجيش الإسرائيلي معتبرا بأن كل العملية التي تقوم بها الجانب الإسرائيلي إنما هي عمليات دفاعية وأنه يستهدف منصات إطلاق الصواريخ التي تطلق من بين جنبات المباني الفلسطينية ولكن هذا الكلام الذي تحدث عنه بن يمين نتانياهو لم يكن ليصدق في أروقة الدبلوماسيين الأجانب تحدثت مع أحد الدبلوماسيين الذي شارك في هذا الاجتماع وطبعا طلب عدم الإفصاح عن اسمه قال لي نحن لا نصدق كل ما سمعناه من بن يمين نتانياهو نحن نشاهد التلفزة ولا نتحدث عن التلفزات العربية نحن نشاهد التلفزات الأجنبية التي تشير إلى ارتفاع الضمار للبنية التحتية في قطاع غزة وهذا الدبلوماسي أيضا كان قد قال بأن هناك منع ومستمرار لمنع وصول مواد غذائية لداخل قطاع غزة وتحديدا هو يشير إلى الأونر التي منعت لغاية الآن من إدخال المواد الغذائية نهيك عن المواد الصحية بطبيعة الحال الدبلوماسي الأوروبي كهيرو من الدبلوماسيين الذين شاركوا اكتفى بأن لا يكون هناك جلسة للهيئة العامة للأمم المتحدة التي سوف تناقش هذه المسألة علما بأن هناك العديد من الدول الأوروبية التي حثت الجانب الإسرائيلي على إيقاف الحرب منها ألمانيا، فرنسا، إيطاليا، إسبانيا، النرويج وأيضا روسيا ترجمة نانسي قنقر